اهلا بحضراتكم الجديد حسين الشاحات نجم الاهلي مش هيلعب مباراة الاهلي مع المريخي اللي الكاف احددها او اجلها اليوم 16 فبراير ومش هيلعب كمان المباراة اللي بعديها ده بقرار من الكاف ليه؟ النهاردة الاتحاد الافريقي لجنة الانضباط فيه اعتمدت العقوبات الخاصة بالاهلي والزمالك عن المباراة النهائية في دور الابطال قررت لجنة الانضباط ايقاف اللاعب كبونجو كسونجو لعب الزمالك اربع مباراة مقبلة من بطولات الاتحاد الافريقي ايقاف منصفى محمد اربع مباراة مقبلة من بطولات الاتحاد الافريقي يعني منصفى محمد عنده اربع مرشات مش هيلعبهم غرامة قدرها عشر تلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سلوك لعبية ايقاف حسين الشاحات اربع مباراة تم ايقافه مبارتين وبقيله في العقوبة مبارتين مقبلتين فيما يتعلق بمباراة المأولين مع النجم الساحلي في الكونفيدرالية قررت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف لعب المأولين أحمد محمد الشيمي في مبارياته الستة المقبلة يعني المأولين لو لعب في أفريقيا ست مباريات على بعضهم محمد أحمد الشيمي مش هيلعب مع تعليق أربع منها يعني هيتوقف اتنين والأربعة هيبوا معلقين مع وقف التنفيذ إذا صدر منه أي حاجة كده ولا كده يرجع ينفذ الأربعة قالك ما لم يكن مزنبا فيما بعد وقررت اللجنة أيضا فرض غرامة مالية على اللاعب قدرها 5000 دولار لسوء سلوكه المؤسف أثناء المباراة اللي المأولين حقا كانت ظلم فيها ظلم بيّن والكاف بيعلن تاجي المباراة للأهل في دور الأبطال قلت لحضراتكم عليها هي مع المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعة